حقيقة مصر منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة واخدى موقف واضح لأنه العدوان المراضي يمكن هي الأمر بيتكرر كانت في أغسطس 22 ومصر بمبادرة وثقة دولية نجحت في أنها توقفها مراضي ضرب شديد مع مسؤولين إسرائيليين فاشست يعني حقيقة في وزراء بيتباهوا بأنهم فاشيين وعاوزين إبادة وبيصفوا الفلسطينيين أوصف باشعة ويعني فيها تصريحات عنصرية فمصر بتتخذ موقف واضح من هذا الأمر أولاً واقف العدوان والنقطة الرئيسية اللي دايماً الرئيس يؤكد عليها هو الأداء الرئيسية هي الحل النهائي للقناة الفلسطينية ده حل الدولتين ولا بديل عنه وأظن إسرائيل جربت على مدى عقود طويلة أكتر من 70 سنة أنها تمارس التصفية العرقية والعنصرية ضد الفلسطينيين ويمكن ما زالت تمارس يعني حدثنا ده في تصريحات للجيش الإسرائيلي بإخلاء المدينيين جميعاً من قطاع غزة والحقيقة كمان يعني هذا العدوان على غزة مدعوم بشكل غير مسبوك من الولايات المتحدة الولايات المتحدة الطول عمرها مع إسرائيل الحقيقة إدارة بايدن إدارة ديمقراطية أصبحت غير قادرة على التعامل كدولة كبرى يعني حملت طائرات لأول مرة عمرها ما حصلت أمر الثاني أن إدارة بايدن ديمقراطيين دائماً كانوا يروجوا نفسهم على أنهم مع الحريات ومع السلام وغيره النهاردة الحرب في أوكرانيا فشلوا في إشعالها بالعكس أشعلوها أكتر النهاردة حملت طائرات تصريحات الرئيس بايدن طلع قال أنا صدق كلام وشائعات ضد الفلسطينيين أن هم بيقتل الأطفال صحيح تراجعوا عنها لكن ده بيدينا انتباع قد إيه هم منحزين أوروبا برلمان الأوروبي اللي قاعد لنا طول الوقت برلمان الأوروبي ده نايم يعني أعتقد أنه ممنوع المظاهرات ضد العدوان والاحتلال الإسرائيلي في أوروبا النهاردة في فرنسا وفي ألمانيا وغيره برلمان الأوروبي صامت تماماً اللي هو كان بيعادينا وطول الوقت بيطلع تصريحات وتقارير معادية لنا فالحقيقة أرجع لكلمة الرئيس عن فتح يسل اللي هو فكر مصر التي تمتلك القوى الشاملة وأقوى دولة في المنطقة تدعو إلى السلام لأن الحارب يعرف قيمة السلام وأنه لا بديل عن هذا الأمر ولا بديل عن الدولة الفلسطينية وحل الدولتين النقطة الثانية والمهمة في هذا الأمر هو تحميل المجتمع الدولي مسؤولية إدخال المساعدات الإنسانية أنه الاحتلال الإسرائيلي الحقيقة متصرف بيبيد حتى المناطق أو الممرات اللي مفترض تدخل منها المساعدات الغزائية وظن أنه فيه جهات في أوروبا وغيره بدأت تؤيد الطرح المصري في هذا الأمر مصر منذ اللحظة الأولى صارت الإسعاف المستشفيات التجهيزات الطبيعية مع التأكيد على فكرة أنه نهاردة أصبح فيه لأنه هذا اليمين الإسرائيلي غير المدرك لخطورة هذا الأمر قضية الفلسطينية يستحيل تصفيت فلسطينيين أكتر ناس بيسنده ده لكن نهاردة بنتكلم على حرب إبادة شاملة ومحاولات بعد قطع الكهرباء والمية والطاقة والاتصالات وكل شيء في تدمير شام فالرئيس نبه لفكرة أنه المساعدات الإنسانية وكمان الحقيقة أنه مصر السنة اللي فاتت هي اللي قدمت وعملت الأعمار 500 مليون دولار أظن أنه جزء كبير جدا منهم تم تدميره ترجمة نانسي قنقر